فإذن أحبائي الله يطالب المؤمنين في أربعة أمور أولا تجديد الذهن لأن الذهن هو ساحة المعركة قال بولوس أخاف عليكم أنه كما خدعت الحي حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح لأننا صرنا شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة إنها معركة أحبائي إبليس يحاول أن يوجه سهامه الملتهبة إلى أرض المعركة اللي هي الذهن لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون هدمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح ومستعدين أن ننتقم على كل عسيان متى كملت طاعتكم فإذن عم نهدم حصون الأفكار الشريرة الأفكار السلبية سهام إبليس الملتهبة الموجهة الضربات واللعنات اللي بتحاول يجيبها إبليس نعمل سد منيع كل تخيلات كل تصورات تحمى بسور من نار ومجد الرب في وسطها غطاء من دم المسيح على أذهاننا فإذن يطالبنا في ذهن متجدد ثم إرادة خاضعة أن نخضع إرادتنا ليسوع المسيح حتى يعمل من خلالنا شيء ثالث طاعة الرب طالبنا بطاعة كاملة وسريعة أيضا ثم أحباء جسد مكرس أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله هذا الجسد مكرس أصبحنا في المسيح مكتوب لأنكم لستم لأنفسكم بل الذي مات لأجلكم وقام لأنكم اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي لله إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فلرب نموت إن عشنا أو متنا فلرب نحن فإذا أحبائي هذه البداية الجديدة اللي بتعطينا ذهن جديد إرادة خاضعة طاعة كاملة جسد مكرس حماية على الأذهان هدم الحصون تعطينا بداية جديدة بكل معنى الكلمة هذا الجديد هو يتجدد في كل يوم لا تعرف القدم ولا يغلبها الزمن لأننا في المسيح يسوع ثم أحبائي هذا يحدث عن طريق الولادة الجديدة ننال الغفران وننال الخلاص والحياء الأبدية نصبح في المسيح شركاء الطبيعة الإلهية الفكر صار جديد صار عندنا نظرة جديدة رؤية جديدة اهتمام جديد أو كما يقول اهتموا بما فوق لا بما على الأرض لأن الأشياء العقيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا ترجمة نانسي قنقر